لم تكن الصواريخ السبعة التي أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه المدن السعودية حدثاً مستجداً على ساحة الصراع في المنطقة لكنها تحمل في طياتها رسائل إيرانية تفيد بمضيها في تقوية أدرعها بغية تنفيذ مشاريعها التوسعية الحادثة أثارت موجة إدانات عربية ودولية موجهة لإيران إضافة إلى سعي سعودي لتدويل الحادثة عبر الشكوى التي رفعتها لمجلس الأمن ضد طهرانا بتهمة تزويدها الحوثيين بهذه الصواريخ التصعيد في الموقف السعودي من الحادثة تمثل بمطالبة ولي عهد السعودية واشنطن والدول الغربية بممارسة مزيد من الضغوط والعقوبات ضد إيران مطالبات حملها ولي العهد محمد بن سلمان الذي أشار إلى احتمالية نجوب حرب مع إيران في حال استمرارها باستفزاز بلاده حسب وصفه ويرى مراقبون أن الحادثة شكلت منعطفا خطيرا في تاريخ الصراع في المنطقة وتحمل إرهاصات مواجهة مباشرة كحل أخير ومصيري للمنطقة بأسرها ضد المشروع الإيراني التوسعي الذي ضرب العمق العربية في صميمه في كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن الصراع السعودي الإيراني ومنذ ثورة الخميني شهد تدافعا ناعما على ضفتي الخليج تمثل في التصدي السعودي للترويج المذهبي الإيراني في المنطقة العربية قبل أن تحول إيران أظافرها الناعمة إلى مخلب ضرب بلدان الربيع العربي ومكنها من وضع أساسات متينة لمشروعها على مفاصل جسد الأمة تقييم السنين الثلاثة لعاصفة الحزم من قبل مراقبين يستشرف صراعا طويلا في اليمن متعلقا بحوامل جغرافية وأخرى سياسية أطالت من أمد المعركة لتلجأ ميليشيا الحوثي لتخفيف الضغط عنها عبر تكرار استهدافها المباشر للسعودية بالصواريخ الباليستية ذات المنشأ الإيراني